السلام عليكم ورحمة الله من أقوال الصالحين في الاعتراف بالتقصير لجنب الله وطلب العفو والمعفاة سألت أمنا عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل ما يدعى به في ليلة القدر فعلمها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ووقف الفضيل معلنا تقصيره في جنب الله في آخر يوم عرفة وقف سائلا داعيا يقول واسو أتاه وإن عفوت فإن عاقبت يا رب فإني محق بالعذاب وبالنكال وإن تعفو فعفوك أرتجيه ويحسن إن عفوت قبيح حالي قال عبد الله بن المبارك قدمت المدينة في عام قحط شديد فخرج الناس يستسكون وخرجت معهم وأقبل غلام أسود فجلس إلى جنبي فقال إلهي أخلقت الوجوه عندك كثرة الذنوب ومساوء الأعمال وقد حبست عنا غيث السماء لتؤدب عبادك بذلك فأسألك يا حليم ذا أناه يا من لا يعرف عباده منه إلا الجميل أن تسقيهم الساعة فلم يزل يقول الساعة الساعة حتى اكتست السماء بالغمام وأقبل المطر من كل جانب قال ابن المبارك فجئت إلى الفضيل فقال لي ما لي أراك مكتئبة قال أمر سبقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا وقصصت عليه قصة الغلام فخر الفضيل مغشيا عليه إلهي تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فغفرت فلك الحمد بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد ربنا وجهك أكرم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أفضل العطية تطاع ربنا فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السكم وتغفر الذنب وتقبل التوبة ولا يجزي بآلائك أحد ولا يبلغ مدحك قول قائل يا حسن التجاوز يا من أظهر الجميل وسطر القبيح ولا يهتك الستر ولا يؤاخذ بالجريرة يا واسع المغفرة يا بسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى ويا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح ويا عظيم المن يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ومولانا ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله ألا تشوه وجوهنا بالنار أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ أخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علنية والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك ولا إله غيرك وأنت الرؤوف الرحيم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا رب العالمين اللهم ربنا إن عذبتنا فإنا نستحق العذاب والنقم وإن عفوت عنا فأنت أهل الجود والكرم يا سيدنا لك أخلص العارفون وبفضلك نجى الصالحون وبرحمتك أناب المقصرون يا جميل العفو أذقنا برد عفوك وحلوة مغفرتك اللهم إن لم نكن لذلك أهل فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا رب يا رب نور دنيانا بنور من توفيقك واقطع أيامنا في الاتصال بك وانظم شتاتنا في سلك طاعتك يا رب ما عصيناك جهلا بعقابك ولا تعرضا لعذابك ولكن سولت لنا نفوسنا وأعانتنا شقوتنا وغرنا سترك المرخي علينا وأطمعنا في عفوك بالركبنا فمن علينا يا رب العالمين من يستقذنا يا ربنا إلا أنت وبحبل من نعتصم إلا بحبلك وخجلتاه من الوقوف بين يديك وفضيحتاه إذا عرضت أعمالنا القبيحة عليك اللهم اغفر ما علمت ولا تهتك ما سطرت اللهم ارحم غربتنا في الدنيا وارحم مسرعنا عند الموت وارحم قيامنا بين يديك ارحم ضعف قوتنا وارحم شيبتنا وضعف أبداننا وضعف إرادتنا يا من تولانا في حياتنا بإحسانه يا من تولانا في حياتنا بإحسانه وأسعفنا بتوفيقه اسعفنا يا رب عند الموت بغفرانك يا محيي الرفات ويا دافع الأفات ويا واقي المخافات ويا كريم المكافات ويا موئل العفات ويا ولي العفو والمعافاة صل على محمد خاتم أنبيائك ومبلغ أنبائك وعلى مصبيح أسرته ومفتيح نصرته وأعذنا من نزغات الشياطين ونزوات الصلاطين وأعنات الباغين ومعاناة الطاغين ومعادات العادين وعدوان المعادين وغلب الغالبين وسلب السالبين وحيى للمحتالين وغيى للمغتالين وأجرنا اللهم من جور الجائرين ومجورة الجائرين وكف عنا أكف الضائمين وأخرجنا من ظلمات الظالمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أحطنا في تربتنا وغربتنا وغيبتنا وأوبتنا ونجعتنا ورجعتنا وتصرفنا ومنصرفنا وتقلبنا ومنقلبنا واحفظنا يا ربنا في نفسنا ونفائسنا وعرضنا وعرضنا وعددنا وعددنا وسكننا ومسكننا ولا تلحق بنا تغييرا ولا تسلط علينا مغيرا واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا واحرصنا بعينك وأعنا بعونك واخصصنا بأمنك ومنك وتولنا باختيارك وخيرك ولا تكلنا إلى كلاءة غيرك وهب لنا عافية غير عافية وارزقنا رفاهية غير وهية واكنفنا بغواشي الألاء ولا تظفر بنا أظفار الأعداء إنك سميع قريب مجيب الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اشتركوا في القناة